تسأل تقول هل يعتبر الفتور بعد رمضان دليل على عدم القبول اخت سارة بارك الله فيك بالنسبة لي الفتور بعد رمضان اما ان يكون امرا طبيعيا و اما ان يكون امرا غير طبيعي و الامر الطبيعي هو ما يحصل في شهر رمضان من الاجتهاد و الحرص الشديد على العبادة و الطاعة و يحصل ان ساعات النوم تقل عند الانسان و يحصل من الاجهاد البدني و الارهاق النفسي و الفكري الشيء الكثير فيحصل نوع من الفتور بعد رمضان و هذا شيء طبيعي هذا ليس له علاقة هذا شيء طبيعي و لذلك كثير من الناس قد يجتهد في رمضان اجتهاد عظيم خاصة في العشر الأخير من رمضان فتقل عند ساعات النوم و ربما يقوم الليل كله فطبيعي جدا بعد رمضان يعوض شيء مما فاته من يعني الراحة الجسدية و الذهنية و الفكرية و النفسية الأمر الثاني و هو غير الطبيعي و هو أن يعود الإنسان إلى ما كان عليه من المعاصي و الآثام و إلى التفريض في الفرائض و يعني التساثل في كثير من العبادات لا هذا أمر غير طبيعي و هذا يظهر و الله أعلم أن صاحبه على خطر لماذا؟ لأن الحسنة تقول أختي أختي كما أن السيئة تقول أختي أختي و لذلك من علامات القبول كما يذكر العلماء بعد رمضان أن الإنسان يواصل العبادة و يواصل الطاعة هذا من علامات القبول بإذن الله يواصل الطاعة و يواصل العبادة و كذلك الله عز وجل شكور سبحانه و تعالى الله جل وعلا شكور و لذلك سبحانه و عز يعطي عبده على ما قام به من العبادة و الطاعة و ما ينشرح به صدره و يطمئن قلبه و يرى أثر هذه العبادة عليه يرى أثر هذه العبادة عليه أما أن ينقلب على عقبيه و يترك الفرائض و العبادات و الطاعات أو يعود و العياذ بالله بيعني جسارة و شجاعة على الذنوب و المعاصي هذه علامة سوء و العياذ بالله يخشى على صاحب على من وقع في مثلها فلذلك اختلفه الله يعني الفتور إما أن يكون أمرا طبيعيا و إما أن يكون أمر غير طبيعي